انخفاض ملموس على درجة الحرارة اعتباراً من يوم الأحد التفاصيل بعد قليل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مرحباً بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب للأردن درجة الحرارة تنخفض بشكل ملموس اعتباراً من يوم الأحد وتستمر أقل من معدلاتها طيلة الأسبوع الحالي تفاصيل أكثر نستعرضوها الآن ونبدأ بالتوقعات الجوية للمملكة ليوم الأحد حيث تنخفض كما ذكرنا درجات الحرارة مقابلة بالأيام الماضية تصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام درجة الحرارة تكون عشرينية أو في بداية العشرينيات ما بين بداية ومنتصف العشرينيات في أغلب مناطق المملكة باستثناء المناطق الجنوبية تحديداً العقبة حيث تسجل 32 درجة مئوية أيضاً البحر الميت والأغوار تكون درجة الحرارة في منتصف أو في أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات مئوية المنطقة الشرقية تشهد رياح نشطة وأيضاً إثارة للأتربة والغبار يوم الاثنين المزيد على الانخفاض على درجات الحرارة تصبح الأجواء مائلة البرودة في المرتفعات الجبلية العالية 21 درجة مئوية فقط في المرتفعات الوسطى من المملكة بينما تكون درجات الحرارة خلال ساعة الليل 10 درجات مئوية فقط فوق جبال الشرع تنخفض أيضاً درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تكون 25 درجة مئوية بكمثال في إربد أيضاً تنخفض في المنطقة الشرقية التي تكون في أواخر العشرينيات مئوية يوم الثلاثة لا تغيير الحالة الجوية باستثناء عبور لكميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة لارتفاع المترافقة مع هذه الكتلة الهوائية المائلة البرودة حيث تترافق كما ذكرنا الأجواء المائلة البرودة في الجبال مع عبور لهذه الغيوم التي ستعمل على هطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى المنطقة الجنوبية تشهد أيضا أحوال جوية نستطيع أن نقول بأنها لطيفة خلال ساعة النهار لكن باردة خلال ساعة الليل تستمر لدرجات الحرارة حول العشر درجات مئوية فوق جبال الشرع والمزيد من انخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية لتصبح درجات الحرارة خلال ساعة النهار في منتصف العشرينيات مئوية وتنخفض ليلا لتلامس العشر درجات مئوية يوم الأربعاء أيضا لا تغيير الحالة الجوية تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مختلف مناطق المملكة درجة الحرارة في بداية العشرينيات فوق المرتفعات الجبالية تكون مدون العشرين مئوي فوق أقمام الجبالية العالية من جبال الشراء تنخفض في العقبة لتصبح في أواخل العشرينيات مئوية وتستمر في منتصف الثلاثة أو العشرينيات في المنطقة الشرقية مع أجواء باردة بشكل لافت خلال ساعات الليل يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرارها أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام تستمر امتشار الغيوم المنخفضة فوق المنطقة الشمالية والوسطى قد تعمل على هطوب بعض زخات الأمطار المتفرقة والخفيفة في هذه المناطق يوم الجبعة تعود وترتفع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى أقل من معدلات مثل هذا البوقت من العام أو أقل إلى حول معدلاتها تكون درجات الحرارة في منتصف العشرينيات في أغلب المناطق تصبح ثلاثينية في العقبة وتعود وتصبح في أواخر العشرين مئوية فوق المنطقة الشرقية المزيد من التفاصيل تابعوا تحديثاتنا أول بأول ونشراتنا المصورة اليومية وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري